ايه مكاسب اللعب بالنشئين؟ مكاسب اللعب بالنشئين انه في دور زي كده انت واضح خلاص ان انت فقد مصدقيته ابتدي بقى اعمل ثلاث فوائد اولا رايح بقى رايح الناس المرهقة قوي قبل ما تضيع منك تماما عشان تقدر تبتدي موسم جديد صحي بس يا رب فطرة الراحة تبقى راحة علمية مدروسة يلتزم بها اللعبة انه يبعدوا عن الكرة واستمتعوا وبعدين يرجعوا اتمرانوا وفق الجدول ويعني يبقى هم كمان يساعدوا نفسهم من يرجعوا اقم الاول مفيش احسن من اللعبة دي كان اتنين النشئين مع الناقهين يعملوا قوام فريق يبتدي يشاور لك هو انت هتعد بقى الناقهين الراجعين من اصابات واحد زي اكرم محتاج مطشقات واحد بإذن الله زي عمار هيحتاج مطشقات يا رب يلحق يا رب يلحق لان عمار دا لو كان موجود معك كان فرق كتير كان لقى نجم مباراة الرابطة الاول وانا قلت دا اللي حيرايح افشا ويتبادله ويبتدي الدليا تمشي زي الفول زي انه جوكر بيلعب لك في كل حد يعني هو مراضف يعني جيد للعيب جوكر بيلعب زي اكرم وزي كده الحاجات دي اللي هي لعب لك هنا لعب لك هنا لعب لك هنا لعب لك هنا بطولة يلعبوا عشان يكتسبوا خبراته ويستمتعوا ويتعلموا تاكتك ويشوفوا يعني ايه فوق